مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء مشمسة ومستقرة ووصلت العظمى في عمان 15 درجة مئوية هاي الليلة بتكون الأجواء باردة وصافية وتبقى درجات الحرارة الصغرى صباح يوم الأحد حول الصفر المئوي في البادية الشرقية وبتوصل درجة الحرارة لـ 8 درجات أما ارتوبة 49% والرياح جنوبية شرقية غدا ارتفاع إضافي على درجات الحرارة مع رياح شرقية وأجواء لطيفة نهارا وبتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 17 تنخفض بالليل لـ 6 درجات يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة وبتكون الأجواء باردة نسبيا وصافية بتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 13 وبالليل 6 درجات يوم الأربعاء تعاود درجات الحرارة ارتفاعها وأجواء لطيفة ومستقرة متوقعة نهارا وباردة ليلا وبتوصل درجات الحرارة بنهار ل16 وبتنخفض بالليلة 6 درجات ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمال يومي غد في باقي مناطق المملكة بتسجل في إربد 10 وغدا 20 عجلون أجواء غالبا صافية 9 وغدا 18 جراج 8 وغدا 20 درجة بتسجل درجات الحرارة في المفرق 7 وغدا 20 الزرقاء 7 أجواء صافية وغدا 20 درجة مئوية بتسجل درجات الحرارة في الصلط 8 وغدا 17 ما دبع 7 أجواء صافية وغدا 18 مطار ملكعليا 7 وغدا 19 درجة مئوية البحرمية أجواء صافية 14 وغدا 25 الطفيلة 8 وغدا 15 الكرك 9 وغدا 18 وأجواء مستقرة في معان بتسجل 5 أجواء صافية وغدا 19 في العقبة بتسجل درجات الحرارة 15 وغدا 24 نهاية برويشد 5 أجواء صافية وغدا 22 إذن ملخص التقس خلال اليوم والأيام القادمة ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد والاثنين وتقس مستقر وغالبا مشمس وانخفاض على درجات الحرارة يوم الثلاثاء وإلى أخبار التقس والأجواء عالميا ارتفع عدد ضحايا إعثار جابرييل في نيوزيلندا إلى 11 وفاة وفقد الآلاف بعد أسبوع من الكارثة في شمال البلاد رئيس وزراء نيوزيلندا وصف الكارثة بأنها الأكبر منذ قرن كما تستمر الإمدادات الحيوية للمدن التي تقطعت بهم السبل واشتح أعثار جابرييل مناطق العليا من الجزيرة الشمالية في 12 شباط فبراير قبل اجتياحه الساحل الشرقي مسببا دمارا واسع النطاق ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم ترجمة نانسي قنقر وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عود إليك محمد شكرا مريان